المفاهيم اللي عندنا احنا فيه مفاهيم ملت رأسنا وهي بتخلينا نعيش الجوع ونفضل عايشين الجوع طول الوقت زي مفهوم ايه؟ زي مفهوم ان الاحتياج نقص محتاج ان احنا نكمله بالنسبة يا سادة الاحتياج مش هيروح عننا احنا هيفضل النيد والاحتياج معانا طول حياتنا لان احنا فاهمين الاحتياج غلط الله سبحانه وتعالى كريم لو كان الاحتياج نقص يحتاج الى كمال لخلقنا الله بغير احتياج بس ربنا خلى الاحتياج موجود في حياتنا صفة اساسية فينا ليه؟ عشان يتحقق فينا يا ايها الناس وانتم الفقراء وإلى الله يبقى مين قال ان الفقر والاحتياج يعني الجوع الاحتياج يا سادة ليس نقصا الاحتياج صفة فينا معناها ان احنا مجذوبون الى الله نحن مجذوبون الى الله فاحتياجنا هو احتياجي الى الله فانا كل واحد فينا مجذوب الى الله مجذوب يعني متعلق بالله محتاج الى الله لكن فكرة ان الاحتياج نقص فيطلع بسبب هذا الجوع واحد يروح يكمل النقص بتاعه فيخون لا ده مفهوم خطر ان احنا نفضل مستمرين عليه ده فالاحتياج مش نقص الاحتياج صفة بتخلينا مجذوبونا منجذبونا الى الله الامر التالت التوقعات اللي عندنا احنا بنعيش وغرأنين في توقعاتنا ورسمين سيناريوهات لحياتنا ان كل ما نريده لابد ان يتحقق وكل ما نفكر فيه لابد ان يكون صحيحا وكل اللي بنسعاله لابد ان يكون بين ايدينا فنتربى دايما ان احنا جائعون ان اذا ما تحقلناش توقعاتنا يبقى احنا جعانين جعانين للحلم مع اني وفي السماء رزقكم وما توعدون فاحنا مش جوعة ولا حاجة الأمر رابع شعورنا بالاستحقاق اللي بيخرجنا من شعورنا باننا عبيد الى شعورنا ان احنا لابد ان يحقق الله لنا ما نريد لا حاتنا كلها فضل من الله واحنا لو اطعنا الله فاحنا اطعتنا لله سبحانه وتعالى لان الله يستحق مننا الطاعة والله والسيد ولذلك ما فيش حد فينا بيدفع تمن اي نعمة ربنا بيدهاله ولا حتى بيدفع تمن الجنة ده حتى معنا الحديث لن يدخل احدكم الجنة بعملي قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدن الله برحمتي ام الان اعمل ايه بقى في حديث الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامالهم بان لهم الجنة اه اعمل ايه اه يا سيدي ده ربنا سبحانه وتعالى عشان انت الله سبحانه وتعالى يشتري منك يبقى انت مالك حياتك ومالك مالك بس انت لا مالك حياتك ولا مالك مالك يبقى ده شراء مجازي ام الان ايه هي الحكاية ان الجنة غالية ولن تستطيع ان تدفعوا ثمنها فسيعطيكم الله الجنة فضلا منه وكرما اذا محدش بيت فتما من حاجة فاحنا فقراء فازاي بقى نكون مستحقين احنا سنظل فقراء وكلما شكرنا نعمة زادنا الله نعمة فاحنا مديونين ونخرج من الدنيا مديونين بدين لا نستطيع ان نسدده ابدا ففينا الاستحقاق ام الربنا يدينا ليه الله يعطينا لا عن استحقاق ولكننا من اهل الاسترقاق ربنا يدينا لان احنا عبيد والله سبحانه وتعالى يعطينا ويزيد علينا المزيد فوحده يا رب العبيد الامر الاخير الخامس ان زادت اوفينا المظلومية فانت اذا كنت صعب استحقاق يبقى انت ليك حق على الناس وممكن ترسل المظلومية ان انت ليك حق على الله فتستأخر الدعاء عشان انت شايف نفسك مستحق والمفروض الدعاء يجيلك وانت ليك دين لا حول ولا قوة الا بالله اه ان ده حس بالجوع بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة فمعنى من المعاني اللي تخلي الناس ازاي تقاوم احساسها بالجوع ده ازاي تقاوم احساسها بالجوع للمشاعر والجوع الى المال والجوع الى الملك والجوع الى الحياة والرفاهية حضرت النبي يقول لك ايه يقول لك حديث وانحن لازم نفهم كلام حضرت النبي بوسع انوار وما ارسلناك الا رحمة للعالمين حضرت النبي يقول بيعلمنا حسب ابن ادم لقيمات ان يقومنا صلبة والحقيقة ان الجوع ده يا سادي يا سادة مش جوع بس للأكل طب ازا كان الجوع مش جوع للأكل بس حسب ابن ادم لقيمات ماذا عواطف يقومنا قلبه ما يبقاش بس الانسان عايز يغرأ في العواطف وبيظن ان هو من غير عواطف ده مش هيبقى انسان عادي كل دوت هو اللي ربكنا ليه طيب تجد الانسان مثلا مثلا متزوج وعنده حد بيحبه وإيه اللي حاصل فتوما المرأة تحبه وتحس بان مصرهم بقى متحد يحس ان هو زهق ومل ليه يا سيدي اصلي فيها الصفة الفلانية فنجعان ان حد يسمعني وينتقدني بس يكون دماغه زي دماغي لا حاول ولا قوة إلا بالله فشوفوا الجوع يعمل ايبقى يفسد حياة الانسان ويجعل الانسان يبرر خيانته ترجمة نانسي قنقر